بصعوبة بالغة تحاول هذه الطفلة تجاوز النفايات المنتشرة بكثافة في الطريق العام بحثا عن شربة ماء في مدينة تعيش حصارا يحيط بها من كل مكان حيث الحثي من أطرافها والمجموعات المسلحة تعبث في داخلها أزمة المياه في تعز قصة أخرى من قصص معاناة هذه المدينة وفق تأكيدات مواطنين فإن هذه الأزمة تمثل جزءا من حصار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منطقة الحيمة التي تعد واحدة من مصادر تغذية المدينة بالماء الأزمة الخانقة التي تعصف بأبناء تعز تاتي في ظل وضع اقتصادي صعب وانعدام لفرص العمل وهو ما يزيد من ألم سكان المدينة الذين لا يملكون المال الكافي للشراء ما يعرف شعبيا بوايتات المياه حيث يصل السعر الوايت الواحد إلى 15 ألف أو 20 ألف ريال ومع ذلك فإن الكثير من السكان يظلون فترة طويلة في انتظار ماء الشرب بسبب عدم الديزل عدم توفر مياه الشرب في تعز يأتي في ظل إهمال السلطة المحلية لتوفير الخدمات العامة للمواطنين وهو ما دفع بعضهم للجوء إلى خيارات غير آمنة مثل شراء الماء من محطات التحلية التي وفق مصادر محلية تبيع الماء غير الصالح للاستعمال الأمر الذي جعل مواطنين يدقون ناقوس الخطر وهو الناقوس الذي لا تسمع أصواته وسط الاشتباكات المسلحة التي تندلع بين حين وآخر داخل المدينة